بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله يا دكاترة هنكمل مع بعض دلوقتي جزء التاني من المحاضرة بعد الراديوغرافيك امش كاراكتوريستكس هكون نكلمنا في الجزء الاولاني عن الفيجوال امش كاراكتوريستكس وقلت عندي نوعين من الفيجوال امش كاراكتوريستكس الراديوغرافيك دينسي وراديوغرافيك كونترست وعرفنا اي الفاكتورز اللي بتأثر على كل حاجة فيهم وعرفنا يعني ايه رديو برافك دنسي يعني ايه رديو برافك كونترس هنكمل دلوقتي ان شاء الله في الجزء الثاني من المحاضرة ال رديو برافك امش كاراكترستيك ال جيومترك امش كاراكترستيك تمام هنتكلم عن جيومترك امش كاراكترستيك الحاجات اللي هي علاقة بال ديمانشنز of the image جيومترك امش كاراكترستيك قبل ما نبدأ فيها بنرجع مع بعض بس ايه هي الايديا الامج عايزين نفتكر مع بعض احنا كنا قلنا يعني ايه ايديا الامج? ايديا الامج قولنا داياجنوستيك امج هزا داياجنوستيك راديوغراف وواز اوبتيمان فيجوال ان gyometrik كاركترستيك. ذاتي الدياجنوستيك انفورميش. يعني ده الدياجنوستيك راديوغراف اللي هقدر اطلع منه. انفورميشن تساعدني في الدياجنوز عشان اقدر اعمل داياجنوز مزبوط تمام? ولما عمل داياجنوز مزبوط هتبقى بتاعتي مضبوط. يبقى الامج دي الامج دي ايج نوستيك امج هو اوبتيمم فيجوال ان جيومتريك امج كاراكترسيك اللي عرفناها المرة اللي فاتت او في الجوز الاولاني من المحاضرة اللي هي الدينستي وقلنا انا محتاج ان الريديوغرافي بتاعي يبقى عنده اوبتيمم او بروبر دينستي واوبتيمم او بروبر كونترست ولا عايزه يبقى دارك ولا يبقى فانت اللي هو دينستي امج وريجاردين الكنترست قلت الريديوغرافي اللي عنده كونترست كويس بنقول عليه اوبتيمم او بروبر كونترست الهاي كونترست امج واللو كونترست امج دول نوت دي ايج نوستيك ريديوغرافي طيب الايد الريديوغرافي تاني نراجع مع بعض الامج with the same size as the object الامج with the same shape as the object الامج اللي عندها good details والديتيلز اللي هي علاقة بالشاربنس والديفينيشن والامج اللي عندها good او اوبتيمم او بروبر دينستي اند كونترست طيب عشان احصل على الايديال ريديوغرافي ده محتاج ايه الريكوارمنت اللي انا محتاجها عشان احصل على الدياجنوستيك او الايديال ريديوغرافي هي اول حاجة ان الرادياشن سورس شود بي as small as possible مين هو الرادياشن سورس هو الفوكال سبوت سايز النقطة او الاريال على التارجت وبنحب دايما تبقى نقطة اللي بتطلعلي الاكس ري بين كل ما كانت الرادياشن سورس او الفوكال سبوت سايز small كل ما انا حصلت على الريديوغرافي عنده تاني حاجة السورس او فيلم ديستانس شود بي large الدستانس دي ليها كذا مسمى اول حاجة ممكن اقول عليها تارجت فيلم ديستانس يعني ممكن اقول عليها تارجت فيلم ديستانس مسافة من السورس في اكس ري التارجت في الانود والفيلم او فوكال سبوت في الم ديستانس اللي هي مسافة من الفوكال سبوت اللي على التارجت او في الانود والفيلم او السورس في الم ديستانس كلها تلات مسميات لنفس المسافة من المصدر الاشعة للفيلم او للتوف المسافة دي كل ما كانت لرج كل ما كانت الصورة بتاعتي افضل عشان كده بنقول ان في البرالين تكنيك لما بنستخدم برالين تكنيك لبقى الصورة مور اكيروت ومور شارب عن البرالين تكنيك اللي بنستخدم معاه تالت بالنسبة لي الابجكت فيلم المسافة من الابجكت والفيلم لازم بتبقى على قد ما قدر زغيرة عشان كده صورة البيت وينج ريديوغراف قلنا دي من افضل الريديوغرافز اللي عندها وقدر اشوف فيها عشان كده بنحدد منها الانيشيل انتر بروكزيمال كيرز ليه عشان ما باجه اصور بيبقى الفيلم والابجكت تقريبا كلما الابجكت فيلمي دستانس صغرت كلما شارب نستع الصورة زادة الابجكت والفيلم شود بي برال تو اتش ازر يبقى انا محتاجة ان الابجكت والفيلم يبقوا برال تو اتش ازر واخر حاجة الاكس راي بيم شود بي بربندكولر تو زاتوس اند فيلم الابجكت والفيلم برال تو اتش ازر والاكس راي بيم شود بي بربندكولر تو زاتوس اند فيلم التو كريتيريا دول بيتحققوا في اني تكنيك من الابجكت اللي احنا اخدناه احنا اخدنا نوعين من الابجكت نوع اسمه باي سكتنج انجل تكنيك ونوع اسمه برال ان تكنيك يبقى من الاسم كده الاخر تو ريكوار من دول اوبجكت فيلم شود بي بربندكولر تو زاتوس اند فيلم دول بيتحققوا لي اكتر في البرال ان تكنيك وكمان في البيت وينج تكنيك يبقى الخامسة ريكوار فناها محتاجهم عشان احصل على ايدل او داينوستيك ريديوغراف اي هم الرادياشن سورس شود بي از سمول اس بوسيبول السورس فيلم ديستانس شود بي لارج الابجكت والفيلم شود بي بارال تو اتش ازر الابجكت فيلم ديستان شود بي سمول والاكس ري بيمبر بين ديكلر تو زاتوس اند فيلم الدياجرام دا بيوضح لي الريكوار مسينا نرسة بتكلم عنها دا السورس او اكس ري هو بنسميه الفوكال سبوت فوكال سبوت سايز شود بي از سمول اس بوسيبول كل ما تكون نقطة او سمول اريا كل ما كان الشارد نستطيع الامج احسن تاني حاجة المسافة من الاكس ري سورس ليه الفيلم اول الابجكت شود بي لارج مسافة كبيرة تاني حاجة الابجكت فيلم ديستانس المسافة من الاكس ري فيلم والابجكت شود بي سمول طبعا انا في البرال التكنيك ما اقدرش اقرب الفيلم من الاوبجكت اكتر من كده ليه عشان عندي اناتومي الفيلم مفروض بيبقى رسل على البرال او الفيلم والابجكت شود بي برا لتو اتش ازر يعني الفيلم والابجكت الاثنين برا لتو اتش ازر واخر حاجة الاكس ري بيم بيبقى بيربين ديكلر على الابجكت وعلى الفيلم طيب ايه هي اول حاجة هنكلم عنها الامج شاربنس التاني حاجة تالت حاجة وربع حاجة يبقى الاربع ايه هنكلم عنهم ايه هما يا ده كاترة الامج شاربنس الامج ريزوليوشن السايز ديستورشن والشيب ديستورشن طيب عايزين نعرف كل حاجة معناها ايه وايه الفاكتورز اللي بتتحكم فيها اول حاجة الامج شاربنس يعني ايه امج شاربنس باي دي فينيشن والحاجات دي بنجيبها كتير في الساينتيفك تير وعايزين نعرف السؤال ييجي ازاي لاما ممكن يجيني ديفاين يعني اقول لك يعني ايه امج شاربنس او اجيب لك التيرم وقول لك يعني اقول لك الديفينيشن وانت تقول لي امج شاربنس طيب The Apt to trace boundaries between two different radio density objects او The capability of the X-ray field to reproduce the distinct outline of the object يعني ايه كلام ده يعني انا لو عندي object A و object B هل منهم اوبشيك دول بنافس الشياد؟ لا في واحد جري فاتح شوية واحد دارك جري او قريب من البلاين لو انا قدرت اعمل تريسنج للباوندرس بين 2 دفرنت ريديو دينستي اوبجيك دول واحدد ان في لين اف دي ماركشن بينهم وفرق ما بينهم يبقى انا كده عندي اميج عندها هاي شارف نصف لقابلت تريس باوندرس بين 2 دفرنت ريديو دينستي اوبجيك او لكيبابلت او اكس ري فيلم تو ربريدوس the distinct ان انا احدد الاوتلاين بتاع الاوبجيك ده واحدد الاوتلاين بتاع الاوبجيك ده عكس اللي تحتيها هنا اوبجيك اي اوبجيك بي لكن انا مش قادر افرق ما بين التو اوبجيك ما فيش لين اف دي ماركشن واضح بينهم زي التو اوبجيك لفوق منهم يبقى لو قلت او بي لفوق دول عندهم في شارف نصف موجود قدرت التفرق ما بين اوبجيك او اوبجيك فيه لين اف دي ماركشن واضح لكن اللي تحت اي ان بي الصورة دي ما عنده هاي شارف نصف يبقى ذا قابلت تتوين 2 ديفرنت ريديو دينستي اوبجيك دي معناها باي ديفينيشن ده لو قتلت لزا صينتيفك تيرم ده المقصود بيها الامج شارف نصف طيب مال يعني ايه امج ديفينيشن الكلام اللي احنا عمليين نقوله الصعب ده هم الصعب ولا حيه طيب نشوف الراديو جراف علشان نقدر نتكلم معناها هاول او انا عندي دينتا ريديوغراف زي الراديوغراف ده ده بريابكا ريديوغراف للlower premolar molar area شايف فيه الفور والفايف والسيكس والسيكس انا عارف ان توسي تتكوين من هارد توسي تتكوين هو الانامل والدنسين تمام والبالب تشوز وفيه لاين ديماركيشن ما بين الانامل والدنتين اسمه دنتين وانامل جونكشن الانامل عارف ان هو ريديو عبك اهو الدنتين ريديو عبك بس اقلف ريديو غبك عن الانامل والبالب بيبقى ريديو روسن في الصورة ده او في الراديوغراف ده انا قادر افرق ما بين الانامل والدنتين والاتنين ريديو عبك يبقى لما اقول image definition how will the smallest details of an object الباوندرز ما بين الانامل والدنسين واضحة كده على الراديوغراف وانا شايف الدنسين وانامل واضح يبقى الراديوغراف ده عنده ايه هاي ديفينيشن طيب كمان لما اقول انا شايف هنا الانامل اهو واضح ده برضو رديوغراف تاني الاولاني كان بري ابكا رديوغراف ده بايت وينج رديوغراف واحنا عارفين البايت وينج بقدر اشوف منه على نفس الراديوغراف انا شايف هنا الفور فوق باين لكن الفور تحت مقطوع منه وزء كبير برضو هنا قادرة فرق ما بين الانامل والدنسين قادي الانامل اهو تمام وادي الدنسين اهو طب نيجي لتحت ده الانامل وده الدنسين الجزء ده في رديروسنت اريا وقلنا لما بنشوف رديروسنت اريا على توس استراكشور ده معنى انا حصل ده كالسيفيكيشن في توس استراكشور وسنة دي فيها كارز يبقى انا قدرت اشوف دي وقدرت احدد ان فيه كارز في السنة دي وقدرت اشوفه في البيت وينجي رديوغراف يبقى انا عندي هاي ديفينيشن للرديوغراف ده الصوتين دول عشان افرق بينهم ما بين الراديوغراف ده قادر افرق ما بين الانامل والدنسين وشوف الدنسين والانامل جونكشن واللمناديورة او زاتوس والبردونتل منبرينس بيس يبقى شايف كل الديتيلز اللي موجودة عندي في السنة لكن هنا مش قادر اشوف افرق ما بين الانامل والدنسين زبط كده ولا دنسين وانامل جونكشن ولا ولا اللامناديورة لان الصورة دي يبقى لو قارنت اصفتين دول ببعض الراديوغراف اللي فوق على الشمال ده بقول عليه عنده هاي شاربنس او هاي ديفينيشن لكن ده بقول عليه فالشاربنس بتاعه وحش واللو ديفينيشن شاربنس قليل وديفينيشن وليلة طيب بنيجي لديفينيشن ثالث بنتكلم عن حاجة اسمها اميش ريزيليوشن اميش ريزيليوشن معناها ايدة كثرة لو نلاحظ ان التلاتة تيرمز قريبين شوية من بعض ونعرف بعد شوية ان فعلا التلاتة بيتكلموا عن حاجة واحدة اسمها اميش كلاريتي والفاكتورز اللي بتتحكم فيهم هم التلاتة واحدة بس قبل ما نخش في الفاكتورز دي عايز نفهم يعنيه اميش ريزيليوشن اميش ريزيليوشن معناها باي ديفينيشن the ability to define image of a small separate structure that are very close together انا عارف ان السنة انفستنج في الالف لربون وفي حاجة اسمها توس سوكت وفي لامنا ديورة وفي سبيس صوفتش وسبس ما بين اللامنا ديورة اللي هي الباونرس او زا سوكت او زا توس وما بين الروت بنسميها البردونتال من برينس بيس ده بيبان خط ريديلوسن واللامنا ديورة بما انها معمولة من كورتيكالبون بيتبان خط ريدي او بيك تمام فانا شايف خط ريديلوسن وخط ريدي او بيك ترى ما قدير تحدد في الريديوجراف بتاعي الخط ريديلوسن ده اللي هو بتاع البردونتال من برينس بيس والخط ريدي او بيك بتاع لامنا ديورة وقدر تعمل definition of small separate structure دي اللي هي قريبة من بعض حاجة ريديلوس وحاجة ريدي او بيك الاتنين قريبين من بعض وvery close together يبقى هنا عندي image with high resolution طيق في حاجة اسمها resolution test بنعمله دي برضه عشان لمعلوماتنا كده امتى اقولي على ريديغراف تاها عنده high resolution او high كلمة resolution معناها زمعول ان انا بقول ability to define small separate structures that are very close and lost together لو اخدت التست ده كل ريدي او بيك لاين وكورسبوندينج سبيس بقول عليهم لاين بير يعني الخط الاسود ده والخط الابيض ده الاسود ده بنقول علي الاسود ده بنقول علي ريديلوسن والابيض ده بنقول علي ريدي او بيك كل ريديلوسن structure او ريديلوسنط line وردي او بيك line جنبي بنقول عليهم line bear الاسباسing of line bears دي expressed as line bears بالمليمتر line bears بير مليمتر line bears بير مليمتر line bears بير مليمتر line bears بير مليمتر test depicts how well you can see the difference in structures كل ما نشوفت more line bears بير مليمتر يبقى انا عندي more details للايمج دي طيب عشان نفهم اكتر هنا مثلا انا عندي قلت كل خط اسود وجنبي خط قبل بقول عليهم line bears عندي هنا ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية line bears في الاريا دي كلها طيب لو قعدت line bears دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة 11 12 13 عدد line bears في نفس الاريا تقريبا يعني الاريا دي قد الاريا دي و line bears هنا اكتر شفت line bears اكتر من هنا يبقى معناها ان هنا فيه resolution اعلى من هنا نفس الكلام هنا لو عديت line bears هنا هلاقيها اكتر من هنا يبقى معنا كده ان ايه عندي resolution اعلى يبقى انا كل ما بشوف line bears بير مليمتر عددها اكتر في نفس الاريا يبقى انا كده عندي higher resolution of the image تاني قلت كل ما بشوف عملت enlargement للصورة اللي فاتت كل خط اسوي وخط ابيض بيقول عليهم line bear يبقى ده line bear ده line bear وهكذا عندي هنا 10 line bears بالمليمتر ده one millimeter of image size كبرته one millimeter of image size كل ده one millimeter عمل له enlargement او magnification عندي فيه 10 line bears نفس المليمتر ده في ريزيوغراف تاني عندي فيه 20 line bears 20 خط اسوي وخط ابيض معنا كده ان resolution بتاع الصورة دي هيبقى اعلى من resolution بتاع الصورة دي يبقى خلاصة الكلام كل ما بشوف line bears per مليمتر عددها اكتر في نفس الاريا يبقى انا عندي high resolution للامج طيب بزي ما قلت من شوية الشاربز والديفينيشن والresolution دي كلها تعتبر terms applied to image clarity حاجة بتتكلم عن how the image is clear although they are different or three distinct features لكن for clinical diagnosis it's desirable to consider them affected by the same geometric factors يعني التلات حاجات دول بيتأثروا بنفس الفاكتور اللي هي ايه factors affecting sharpness and definition and resolution اللي احنا قلناها من شوية هي focal spot size focal spot object او film distance film object distance وحاجات تانية زي ال intensifying screen الفيلم crystal size الكلام ده كل نمسك واحد واحد من دول ونحاول نفهمه focal spot size قولنا ده اللي موجودة فين؟ اللي موجودة على ال target تاعت الانون الابجك أو فيلم object distance المسافة من الـ x resource والفيلم الـ target film distance المسافة من الـ x resource والفيلم والـ object film distance اللي هي المسافة من الفيلم والـ object الـ intensifying screen ده اللي بنستخدمه فين في حالات الـ extra oral imaging يبقى الـ intensifying screen ده اللي بستخدم في الـ extra oral imaging فيلم crystal size الـ highlight crystals اللي هي من الدعم من الـ من الـ نعادل الفيلم بيكون من ايه قلنا بيكون من والـ emulsion في silver light crystals وفي gelatin matrix واخر حاجة ممكن تتحكم لي في الشاربنس بتاعة الـ image حاجة ليه علاقة بالـ patient اسمها patient movement طيب عين نمسك factor factors من دول ونتكلم عنه بالتفصيل ونشوف ازاي بيأثر لي على الشاربنس of the image اول حاجة الـ focal spot size the smaller the focal spot size the sharper the image the smaller the focal spot size the sharper is the image انا عندي الدياجرام ده فيه ثلاثة sizes the focal spot اول واحد على الشمال الـ focal spot as a point اللي في النص كبرت شوية size واللي على اليمين الـ focal spot كانت كبيرة طيب لو صورت الـ object ده الصورة بتاعته اللي تلعت على الفيلم ده ده يا جرامبي ووضح لي شكل الـ circle ده هتطلع هنا كل ما كانت الـ focal spot size point كل ما اطلع لي الـ shadow بتاع الـ image more clear وزود بنمرة طيب كبرت الـ focal spot size فيه خيال بدأ يطلع للـ object كبرت اكتر الخيال اللي طالع حواليني الـ object كبر اكتر الخيال ده هنسمعه بعد شوية اسمه بنمرة الـ focal spot size كل ما صغرت كل ما الشارب نسال وكل ما كبرت كل ما اي الشارب نسال الـ focal spot size الـ focal spot d is not a point it has dimension usually ranging from 0.3 الى 2 mm والـ focal spot act as a point or a source of radiation it's composed of many point sources of x-ray يعني كل نقطة في الفوكال spot بتطلع لي x-ray beam كل نقطة في الفوكال spot بتطلع لي x-ray beam بيكون لي its own image on the object أو of the object على الفيلم الـ edges of edge these images will not be exactly the same on the focal on the film يعني ايه الكلام ده يعني كل نقطة في الـ focal spot source of radiation كل نقطة فيها تعتبر بتطلع x-ray beam بيروح يعمل scanning الـ object وبيسجل لي صورة على الفيلم it is not important ان كل السور اللي كونت دي تبقى coincide بيروح يعمل الـ focal spot كبر كل ما قدت فرصة ان يطلع من كل area أو كل نقطة فيها x-ray beam scan ويكون لي صورة أو كون لشادو ليا فكده الـ shadows دي مش شرط تبقى coincide on each other فهتديني حاجة اسمها بنبرة عشان كده لو نفتكر احنا لما كنا جينا نعمل في الـ target في الانوت قلنا فيها حاجة اسمها line focus principle ان احنا بنعمل الـ target بانجريشن من 17 to 20 ديجري ليه عشان احصل على small effective focal spot for better image sharpness with large actual focal spot for raw head distribution and load capacity يبقى focal spot كل ما كان point كل ما كان الصورة بتاعتي more sharp مفيش edge صرع حوالين الصورة مفيش خيال طالع للصورة عشان كده بنعمل angulation للـ target of the anode بـ angle من 17 لـ 20 ديجري according to line focus principle علشان احصل على small effective focal spot small effective focal spot من غير مغير actual size بتاع focal spot زي بقت صغيرة قلت by angulation ايه بنمرا اللي احنا قلناها من شوية يعني ايه كلمة بنمرا بنمرا by definition it is the zone of unchartedness along the edge of the image الحدود بتاعت الخيال اللي بيطلع حوالين الصورة ده الـ unchartedness ده بنسميها بنمرا the area on the film that represent the image of the tooth اسمها امرا الـ area on the film اللي represent الـ image بتاعت التوث بنسميها امرا او complete shadow او الاكتيوال shadow لكن الـ area حوالين الامرا دي اللي الخيال اللي بيطلع حواليها بنسميها بنمرا او partial shadow كل ما كانت الـ بنمرا دي كبيرة كل ما كان الـ image بتاع الشار بنستحق ايه قليل يبقى كلمة بنمرا معناها ايه دا كثرة the zone of unsharpness along the edge of the image the zone of unsharpness دي along the edge of the image دا الـ object بتاعي الصورة بتاعته اللي هتطلع على الفلم بتطلع في الـ area دي الـ او completion shadow دا اللي بنسميه الامرا لكن the zone of unsharpness along the edge of the image bilateral دي بنسميها بنمرا كل ما البنمرا دي كبرت كل ما الشاربنس على الصورة ايه قل هنا focal spot small in size عشان كده البنمرا effect خيال الصورة طالع زغير الفوكل spot size هنا كبير البنمرا او خيال الصورة طالع اكبر عشان كده الشاربنس في الصورة دي هيبقى اقل من الشاربنس في الصورة دي طالما الشاربنس هنا قليل بيبتأ الماجنيفيكيشن اكتر ودي هنعرفها بعد شوية طيب تاني فاكتور بيتحكم عندي في الشاربنس هو المسافة ما بين الابجيك والفيلم كل ما كان الابجيك بتاعي قريب من الفيلم او الفيلم قريب من الابجيك كل ما كان البنمرا small فالبنمرا small يبقى الشاربنس ايه بالضبط الشاربنس اعلى كل ما الفيلم والابجيك بتوعي كانوا بعادة عن بعض يعني زودت المسافة من الفيلم والابجيك بعدت الفيلم بتاعي عن الابجيك كل ما كان البنمرا او خيال الظل اكتر فالشاربنس بيقل يبقى الفيلم object distance افكت the magnification and sharpness والترم of magnification عكس الشاربنس بمعنى ان الصورة اللي عندها high sharpness طبيعي تبقى magnification فيها ايه قليلة والصورة الشاربنس بتاعها قليل او وحش بيبقى عندها magnification ايه عالية يبقى increase film object distance هيزود المagnification يبقى بالتالي على طول هيقلل مين الشاربنس الابجيك فيلم distance قليلة يبقى مين اللي قل المagnification هيتقل مال مين اللي هيزيد الشاربنس لانهم عكس بعض كل ما قلت المسافة بينهم كل ما الشاربنس ايه زاد وانلي قال المagnification عادي الابجيك اهو والفيلم الامage ريسيبتور اهو كل ما كان قريب منه كل ما الشاده بتاعه اللي هيتكون هيبقى تقريبا نفس الصيز من الوزاو المagnification لكن هبعد الابجيك عن الفيلم يبقى الصيز بتاعه الصورة اللي هتتكون لي على الامage ريسيبتور هتبقى شكلها اكبر بالزبط للاشعة بتطلع الاشعة بتطلع ايه الابجيك والفيلم قريبين من بعض هنا بدأوا يبعدوا شوية عن بعض هنا اكتر المagnification زادت والشاربنس قليل طيب هنا الصورة دي او الدياجرام ده بيوضح لي ده الـ X-ray الـ X-ray زي ما احنا شايفين بتمشي داي ده الفيل او الامage ريسيبتور وده التوس اللي بنصور هنا في مسافة ما بين الـ والفيلم فالصورة اللي هتتكون هتطلع ايه شوية فيها ايه والشاربنس بزاحها اكيد هيبقى قليل طيب لما قرب الفيلم والأبجيك من بعض المسافة دي صغرت فالامage اللي هتتكون هتبقى ايه high sharp with little magnification يبقى لما كان الـ هنا والفيلم هنا نرجع تاني عشان الناس تركز مع ايه هنا المسافة من الـ والفيلم كانت كبيرة فالصورة اللي تكونت بتاعتي حجمها ايه اكبر قادي الفيلم وقادي الـ في مسافة بينهم حصل ايه لما جيت اصور الصورة تلقت كبيرة طيب لما قربت الفيلم من الـ الـ الاشاعة بتطلع بس ما يمشيش مسافة طويلة فالـ هنا ما عمل ليش magnification فالـ magnification قلت والشارب نسقيه زاد طيب احنا كده كلمنا عن كام فاكتور عن اتنين ايه هما focal spot size والobject film distance دالت حاجة focal spot film distance او target film distance او source film distance يبقى ثلاثة abbreviations دول لازم نعرفهم target film distance مسافة من الـ والفيلم focal spot film distance ffd او احيانا يقول عليها source film distance sfd كلهم عبارة عن مين distance between tube focal spot اللي هو source of radiation and الفيلم احنا كنا تكلمنا عن المسافة دي واحنا بنتكلم عن الامage density وقلنا accordingly inverse square law intensity of radiation bears inversely with the square of the target film distance according inverse square law وقلنا doubling the distance sorry doubling the distance results in half quarter the required density وhaving the distance result in four times the required density يعني قلنا لما بنزود المسافة دي density بتقل ولما بنقل المسافة density بتزيد لذلك the shorter the target film distance the more the number of x-ray لما بنقل المسافة كمية the x-ray بتزيد the more the density طب تأثير المسافة دي بقى على المشارج هل لها نفس التأثير يبقى التارجت في المدست بتأثر على حاجة في الفيجوال characteristics وهي دنسي وبتأثر على كمان الشاربنس والمجنفيكيش هنا هستخدم 8 إنش كون مسافة ما بين ال x-ray source والفيلم 8 إنش هنطلق مثلا نستخدم short cone في 16 إنش لو هستخدم long cone طيب هستخدم short cone الأشعة تلع divergence وقاد الوبشيك وقاد الفيلم مع استخدام 8 إنش كون ده الشادو بتاع الصورة التي تتكون من أول فوق هنا من أول هنا لحد هنا ده إمتى ده كاترة لما استخدم 8 إنش كون يعني قللت بالtarget film distance أهو الأشعة ماشية diverge diverge ودي الشادو بتاع الصورة التي تكون من أول هنا لحد هنا طيب فيها فيها مجنيفكيشن أو ما فيهاش طبعا لو قرنتها بالactual size فيها مجنيفكيشن طيب ما قلت فيه مجنيفكيشن يبعث للشرب نس إيه أولي طيب هزود المسافة هستخدم 16 إنش كون هبعد الصورة أو راديشن الأشعة ماشية diverge بس كل ما ماشية أنا استفدت أكتر بالmost central part of the beam اللي هو nearly barrel beam فقادي الشادو بتاع الصورة التي تكون أهو أنا ماشي معك واحدة واحدة ده بداية الصورة تكون من هنا لهنا من هنا بالضبط كده لهنا nearly وريبة إلى حد كبير من بتاع الأكتوال أوبجي ومعنى كده كل ما زودت يبقى الشاربنس بيزيد والماجنيفكيشن بتقلي تمام نفس الدياجرام تاني تارجيت في المدستنس اللي هو مسافة من لغاية أو أو كل ما زادت ليه الشاربنس بيزيد والماجنيفكيشن بتقل علشان أنا بستفيد من المص سنترال بارت أو ذا بيم اللي هو نيرلي برى للبيم يبقى كل ما الاكسل بتمشي مسافة بعيدة أنا بستفيد من المص سنترال بارت أو ذا بيم اللي هو بيبقى نيرلي برى المسافة قلت والأكسل يطلع ديفيرجنز فالشاربنس بتاعي هيقل والماجنيفكيشن هتزيد طيب الثلاث الثلاث سور دول بيوضحوا لي تو فاريانز ايه هم نمسك واحدة واحدة هنا سورس أو اكسل ايه فوكال سبوت سايد هكارن السورس هنا وهنا وهنا الثلاثة دول السورس أو اكسل في دي اصغر حاج هنا سمول فوكال سبوت سايز هنا لارش هنا لارش ده تأثيره ايه على الامج اللي تكون سمول فوكال سبوت اداني امج وز بنمبرا افكت ايه وليلة مفيش بنمبرا تقريبا فمعنا كده هاي شاربنس ولو ماجنيفكيشن صغر اكبرت الفوكال سبوت سايز بدأ يحصل ايه بنمبرا وبدأ يحصل ماجنيفكيشن وبدأ الشاربنس يقل وهنا نفس الكلام مع كمان الازف اللي هتبار ان بنمبرا هنا اكبر يعني الماجنيفكيشن اكبر والشاربنس اقل تفتكروا ليه حصل هنا الكلام ده علشان في حاجة تانية اتغيرت اللي هي التارجت film distance المسافة من الx ray source والفيلم المسافة هنا قليلة لكن المسافة هنا كبيرة يبقى لو ما بزود التارجت film distance شوية الشاربنس بيتحسن والماجنيفكيشن بتقل لكن لما على التارجت فيلم distance الماجنيفكيشن بتزيد والشاربنس بيقل امتى حصلت على اعلى شاربنس ولس ماجنيفكيشن لانا لما زودت الـ target film distance وكمان صغرت من الـ size تاع الـ focal spot. طيب نيجي عشان نفهم اكتر. ده source of x-ray واد الـ object واد الـ film. هنا في مسافة قليلة ما بين الـ source والفيلم. small target film distance. الصورة اللي تكون شكلها ايه؟ فيها magnification. عشان الأشعة بتطلع divergence. في magnification في الـ image. طيب بعدت source of x-ray. زودت الـ target film distance. الأشعة ماشية divergence. بس انا استفدت من المص central part of the beam اللي كونني صورة. المagnification فيها اقل. والـ sharpness فيها ايه؟ اعلى. يبقى دي الصورة اللي تكونت وانا بستخدم small target film distance. ودي الصورة اللي تكونت وانا بستخدم large target film distance. كده اتكلمنا عن المسافة. target film distance. والـ object film distance. وعرفنا تأثيرهم على الشاربنس. واتكلمنا كمان عن الـ focal spot size. فيه factors related to the image receptors. effect the sharpness. كنا قلناها واحنا بنقول factors في الاول. استخدامي الـ intensifying screen. لما بستخدم intensifying screen. ده بيقلل الشاربنس. وقلنا امتى بنستخدم intensifying screen. لو انا بصور extra oral. عشان اقلل الدوز. عشان الاشعة لما بتغبط في الـ screen. بتطلع light. بيبقى لي نفس التأثير على الفيلم. فبالتالي بقلل الدوز اللي اعرض ليه على العيان. لكن بيبقى فيه drawback للكلام ده. ان الليت اللي بيطلع بيبقى وده بيأثر لي على الـ quality of the image. عشان كده الشاربنس و resolution بتاع الـ extra oral image بيبقى اقل من الـ intra oral image. يبقى استخدامي الـ intensifying screen في الاكسترا اورر بيقلل الـ image شاربنس. الفيلم سبيد. واحنا كنا تكلمنا واحنا بنتكلم على الـ image receptor. ان increasing the speed of the film ده بيقلل الشاربنس. كل ما اللي زادت الشاربنس بيقل. علشان انا بستخدم في اللي سبيد العالية كريستال سايز بتبقى حجمها اكبر. وبالتالي لما بكبر حجم كريستال سايز اللي هي server-high crystals اللي في الـ emulsion ده بي انعكس على الشاربنس والشاربنس بتاعي بيقل. طيب وانا بصور العيان لو العيان ده تحرك او الفيلم اتهز او الماكين اتحركت وانا بصور بيطلع لي حاجة اسمها blurred image. وده بالتالي بيقلل لي الشاربنس. طيب عرفنا يعني ايه اميش شاربنس او يعني ديفينيشن ورزيليوشن وكلهم تقريبا نفس الحاجة وليهم علاقها بالاميش كلاريتي وتقريبا نفس الفاكتورز اللي بتأثر عليهم واحدة. نيجي لحاجة جديدة اسمها image distortion. image distortion ده بيبقى نوعين. distortion في size وده اللي بنقول عليه ماجنيفيكيشن. بيبقى image size distortion ده المقصود بيه كلمة ماجنيفيكيشن ومعناه increase in the overall size of the image. ويمكن احنا جبنا سيرته واحنا بنتكلم عن الشاربنس وقلنا الماجنيفيكيشن عكس الشاربنس. الصورة اللي عندها high sharpness. low magnification. والصورة اللي عندها low sharpness بتبقى high magnification. معنا كده ان لما زود الوبجيك في المي ديستنس. او اقلل التارجت في المي ديستنس. ده هيزود لي overall size of the image. ويعمل لي ماجنيفيكيشن في الامج. ايه ده اول نوع من الامج. ديستورشن. النوع الثاني اسمه image shape distortion. وده معناه ايه? changes في الامج shape او البروبورشناليتي. التناسب بتاع الابجيك. وده بينقسم لغزقين. image shortening and image elongation. يبقى الامج shape distortion that change في الامج shape او في البروبورشناليتي او في البروبورشناليتي او في البروبورشناليتي او عارف ان نسبته كام? one to two. تقريبا. لما لاقي مسلا السنة بقت الكراون للروت one to three او one to one يبقى ده اسمه change في البروبورشناليتي of the object. حصل يعني يلاقي السنة تولد. كراون بقى one مسلا والروت بقى three او كراون one وروت one فحصل حاجة اسمها image shortening. يبقى الامج distortion نوعين يا ده كاترة. distortion في size. the overall size of the image او object كبر. وده بنقل عليه image size distortion. او حصل change في الامج بروبورشناليتي او في الشيب بتاع الامج. ده بنقل عليه image shape distortion. طيب. عايزين نبص على رديوغرافز زي ونشوف الفرق بنا. مين يقدر يقول لي ايه اكتر رديوغرافي دول. انا حس ان الصورة فيه مضبوطة. with actual size and shape of the object. وزاوت magnification. وزاوت elongation. وزاوت shortening. الراديوغرافي اللي في النص. the upper central. انا شايف هنا تقريبا. the crown root ratio تقريبا one to two. تمام. وشايف the upper centrals تقريبا موجودين بالdimension بتاعهم عادي. طيب. لو بسيط للصورة دي. حصل overall increase in the size of the tooth. السنة كلها كبرة. يبقى هنا حصل image size distortion magnification. هنا الكراون والروت تقريبا one to one. ده مش الاكتوال uh proportion of the tooth. بنقول حصل image shape distortion in the form of shortening. طيب. هنا الكراون للروت بقى one to three. سلنا تولد. فحصل image shape distortion in the form of elongation. تمام يا لك اترى فهمنا الفرق ما بين image size distortion magnification. الامage shape distortion in the form of shortening and elongation. وده بتعتبر الactual size of image with proper size optimum size زواق regarding المagnification. الامage size distortion or magnification. the term given for the radiographic image which appear larger than the actual size of the object. الصورة تطلع اكبر من الاكتوال size of the object. امتى يحصل magnification زي ما قلنا لو زودت ال object film distance او قللت الطارجت film distance. هزود المagnification. وبالتقل زي ما قلت الشارنس هي ايه هيقل. الامage shape distortion is the dimensional distortion due to unequally. unequally. magnification of different parts of the object. حصل magnification the different parts of the object. هزود ما قلت لامة الروت هو اللي اتوال لامة الكرون هو اللي اتوال. يبقى لتشانج in the shape of an object or the relationship of the object with the surrounding structures. الفاكتورز اللي بتتحكملي في distortion. improper object film alignment او improper x-ray beam angulation. يعني اين? improper object film alignment اللي هي العلاقة ما بين الobject والفيلم. كل ما كان الobject بتاعي والفيلم وكل ما كان الobject والفيلم. كل ما كانت الصورة بتاعتي وزود يبقى كل ما كان الobject والفيلم. والx-ray beam جاي على الobject والفيلم. يبقى انا كده بحصل على ideal position للx-ray beam والobject والفيلم. يبقى انا بحصل على ideal image. وده غالبا اللي بيتحقق لي في واحد من الانترا اورال تكنيك. اسمه ايه? اللي بيبقى الابجيكت والفيلم. نيرلي. نيرلي. ان كونتك. وبرا لا توقتش ازر. والبير بندكر على الابجيكت والفيلم. مين هيفكر معي ويقول? واحد من الانترا اورال تكنيك. اللي بيطلع لي الصورة عندها high sharpness. وبقدر اشوف فيها الانترا بروكزيما الكاريز. بالزبط. في ناس بتفكر صح هو مين? البيت وينج تكنيك. هنا في ما بين الابجيكت والفيلم. والاكس راي بيم هنا جاي عمودية على حاجة واحدة. جاي عمودية على الابجيكت. ده فيلم position not ideal. حصل image elongation. طيب. هنا برضو position not ideal. الاكس راي بيم على الفيلم بس مش على الابجيكت. فحصل image shortening. وهنا برضو في امبروبر اكس راي بيم angulation. حصل image distortion. طيب. يبقى ال shortening. الاكس راي بيربين ديكلر على الفيلم. but not on the object. والالونجيشن الاكس راي بيربين ديكلر على الابجيك. but not on the film. طب انتم هتحيرونا ليه? احنا دلوقتي في البيسكتنج انجل تكنيك. انا عندي الابجيك والفيلم في انجل ما بينهم. اخلي الاكس راي بيم بيربين ديكلر على مين فيهم? اخلي الاكس راي بيم بيربين ديكلر على البيسكتور. عشان كده قلنا في البيسكتنج انجل تكنيك بنستخدم روله في ايزومتري. مايفقش اخلي الاكس راي بيم. ولا عمودية على الفيلم بس زي هنا. ولا عمودية على الابجيك بس زي هنا. لو حصل كده بيحصل عندي image shortening او image elongation. وبردو لازم اخلي الاكس راي بيم تبقى عمودية على الابجيك والفيلم. لكن هنا لو هستخدم بيحصل على البيسكتور ده. عايزين نفتكر مع بعض احنا اكلمنا عن ايه في الجزء ده من المحاضرة اكلمنا عن البيسكتور ده وقلنا في حاجة اسمه sharpness وفي حاجة اسمه resolution وفيه image size distortion وimage shape distortion وقلنا sharpness وresolution و definition حاجة ليه علاقة بالimage clarity وتقريبا نفس الفاكتورز اللي بتقصر عليهم واحدة اللي هي focal spot size target film distance object film distance وحاجات ليه علاقة بالفيلم ال intense fine screen with crystal size of the film. وقلت كل ما زود التارجت فيلمي دستانس انا بقلل البنمر افكت وبحسن الشاربنز. وكل ما ازود الوبشيكت فيلمي دستانس انا بزود الميجنفيكيشن وبقلل الشاربنز. فانا محتاج ان الوبشيكت فيلمي بتاعه يبقى as. المسافة بينه تبقى as small as possible والتارجت فيلمي دستانس تبقى as large as. هنا اللي تغير ايه يا دكاترة? نفكر مع بعض. لو بصيت هنا هلاقي ان التارجت فيلمي دستانس هنا زي هنا. والوبشيكت فيلمي دستانس هنا زي هنا. ما اللي الصورة دي طلعة افضل شوية فيها بنمر اقل فيها مجنيفيكيشن اقل من الصورة دي. هنا الصورة دي فيها بنمر افكت اكتر وفيها مجنيفيكيشن اكتر والشاربنز فيها اقل. بالرغم من الوبشيكت فيلمي دستانس والتارجت فيلمي دستانس في الاتنين زي بعض. ما اللي اختلف ايه? الفوكل سبوت سايز. هنا في small focal spot size وهنا في large focal spot سايز. يبقى الفوكل سبوت سايز كل ما كانت اصغر كل ما الشاربنز زاد والمجنيفيكيشن اقل. الانكريز الصورة object distance. تارجت فيلمي دستانس. بيقلل المجنيفيكيشن. كل ما زودت التارجت فيلمي دستانس احنا بنراجع الحاجات اللي احنا قلناها. كل ما زودت التارجت فيلمي دستانس. كل ما حصلت على صورة فيها مجنيفيكيشن اقل شاربنز اقل. الوبشيكت فيلمي دستانس. كل ما الوبشيكت والفيلم كانوا close together. الوبشيكت والفيلم قريبين من بعض. كل ما الشاربنز زاد والمجنيفيكيشن. كده نبقى خلصنا يا دا كاترة الشابتر تاع ريديوغرافيك امش كاراكترسيك. احنا كلمنا شابتر ده على جزئين. جزء الاولين من المحاضرة كان عن الفيش والامش كاراكترسيك في الجزء التاني عن الجيوميتريك امش كاراكترسيك. وان شاء الله امتحاني الميتر ما هيبقى داخل في الشابترز الفيزيكس والامش ريسيبتور والانتراور ريديوغرافيك تيكنيك والشابتر احنا اتكلمنا عنه هو الامش كاراكترسيك. جود لك يا دا كاترة وربنا معاكم ان شاء الله. الف شك.